حيث شيع الفلسطينيون في قطاع غزة جثمان الشاب ناجي زعانين الذي استشهد خلال قصف نفذته قوات الاحتلال على القطاع ما نتج عنه أيضا إصابة عدد من الفلسطينيين شهيد وعدد من الإصابات وقصف لم يستثني أي من محافظات قطاع غزة هو تصعيد مبكر لتهديدات أطلقها قادة الاحتلال للمطالبة بوقف فعاليات مسيرات العودة أو التلويح بعدوان أو ساعة مقدمة كان ثمنها المزيد من الألم راح يسترزق وبعد نفس ساعة أخذ غرض من الدار وساعة بحالة وطلع وإن شاء الله زيه زي الشهدة وإن شاء الله زي أي واحد من الفرد من الشعب من الفلسطيني رأيت على دار على طول متفقد أخوي ما نقلتوش في الدار قالوا رأى على الموقع الصبح فخلاص عيد الواحد يعني إلهام أنه حطوا الواحد في بالوياه هو المستشد يام الصاوب أنه في الموقع ولموقع يستهدف توجهت للمستشفى ولمساعد المستشفى لم يقولوا لعظم الله أجرك أخوك استشفى الاحتلال الذي يناقش منذ أيام أمر إيجاد أليات جديدة للتعامل مع القطاع أعلن بالتزامن مع موجة التصعيد هذه إغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون إضافة إلى تقليص مساحة الصيد حتى ثلاث أميال إجراءات يرى المراقبون بأنها محاولة لجر فصائل المقاومة إلى مربع المواجهة فيما تؤكد المقاومة على التزامها سياسة ضبط النفس لتجنب غزة المزيد من الويلات خروفة العملية المشتركة أصدرت بيانا تؤكد فيه على وحدة الموقف وحدة موقف الأذراء العسكرية في آية الجهزية الكاملة للتصدي لأي عدوان نحن ما نريده وما نؤكد عليه أننا سنحمي شابنا بكل ما أوتينا من القوة ومن حقنا أن نرد بالكيفية التي نراها مناسبة على جرائم الاحتلال المتواصلة بحقها ابناء شابنا فصائل المقاومة تعد في كل وقت وفي كل محين لدهر هذا العدو الصهيوني عن كافة أراضينا المحتلة الاستشاد اليوم المجاهد ناجي الزعانين إنما هو عهد وتجديد للدماء التي تسيل على ثرى فلسطين الغالية حتى التحرير التام بإذن الله عز وجل نتيجة الجهد المصري والأممي حلت تهدئة مرة جديدة تهدئة مؤقتة تنتظر جميع الأطراف بعدها إنهاء ملف غزة العالق بين انقسام داخلي وأجندات احتلالية منعوك القناة رؤيا غزة فلسطين